تشد أوكرانيا من رباطة عزيمتها غاضة الطرفة عن سلسلة النكسات التي مني بها هجومها المضاد على جبهة القتال مع روسيا استهلكت فيه دعما عسكريا غربيا سخيا قد لا يتكرر مستقبلا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي وصف العام الجاري بالحاسم وفي سطور مقال نشر له على صحيفة سندي تايمز البريطانية تمن فيه الاتفاقية الأمنية مع لندن لتعزيز الدعم العسكري وعبر عن الحاجة للمزيد من دعم الحلفاء الواقع على الأرض يشب أن موازين القوى بدأت تميل إلى الكفة الروسية بالتقدم على خارطة السيطرة وإن كانت بوتيرة بطيئة نسبيا بحسب صحيفة نيويورك تايمز ففي شرق البلاد سقطت بلدة مارينكا في القبضة الروسية بينما يتم تطويق أفديفكا ببطء على جبهة دونيتسك وتشير التقارير إلى تخطيط روسي للضغط على تشاسيفيار شمالا بهدف قطع الإمداد عن الجنود الأوكرانيين في باخموت قد لا تكون تلك المعطيات بمنأة عن تأثير سقيع الشتاء على وطيرة المعارك ما جعل المواجهة تتجه نحو تكتيكات الضربات الجوية المتبادلة بالمسيرات وصواريخ كروز وذلك فصل آخر تكتب فيه كييف رسائل وإنذارات النجدة لحلفائها بقرب نفاذ مخزونات أنظمة الدفاع الجوي الرد على مطالب كييف يبدو محتشما مقارنة بتدفق الدعم الغربي في الفترة ذاتها من العام الماضي ومنذ فترة تتوالى الوعود الغربية بمرافقة أوكرانيا لإنشاء وحدات إنتاج أنظمة الدفاع الجوي والذخائر في الأراضي الأوكرانية جددها مؤخرا وزير الخارجية الفرنسي الجديد خلال زيارة لكييف ما يدفع إلى السؤال عن الوقت الذي يتطلبه ذلك من عمر حرب تشارف على دخول عامها الثالث